بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اليوم إن شاء الله بدرس 103 اللي خاص بأساسية الASP.NET اليوم نحكي عن Redirect HTTP to HTTPS in IS Using Custom Errors أنا محمد ما أدعرفه بهذا الدرس سنتعرف على كيفية تحويل الـ users من الـ HTTP إلى الـ HTTPS باستخدامنا للـ IS Error Pages لكن قم لما نبدأ بالدرس اليوم لا بد من مراجعة الدروس التالية أوكي، الآن في درس الماضي تعلمنا كيفية اللي هو تحويل الـ users من الـ HTTP إلى الـ والـ HTTP باستخدامنا اللي هو الـ Rewrite أو اللي هو الـ URL Rewrite Module وطبعاً هذا الأمر كان باقتضي أن نروح إلى الـ IIS ومباشرةً بداخل الـ Web Application نقوم بإضافة الـ URL Rewrite Module وطبعاً بداخل الـ SSL Settings كنا لا بد أن نشيل اللي هو عملياً من Require SSL فبالتالي الآن أنا قمت الآن بحذف الـ URL Rewrite Module وأيضاً بداخل عندي هون اللي هو الـ SSL Settings ما في عندي أي خلين نحكي بـ Require للـ SSL فبالتالي الآن لو رحت عندي على الـ Page زرته ك-https فبالتالي ما في عندي أي مشاكل والآن لو رحت مرة تانية زرته ك-http وليس-https فبالتالي راح تلاحظ راح يعمل عليها Access بدون أي مشاكل أوكي فبالتالي الآن خليناً نتبع اللي هو الخطوات التالية حتى نعمل الـ Redirect اللي هو الـ users من الـ HTTP للـ باستخدامنا للـ Custom Errors أول خطوة بدي أقوم بعملها أنه لابد أني أعمل تك على الـ Require SSL بداخل الـ SSL Settings فبالتالي راح أروح مباشرةً على اللي هو الـ Web Application 2 على الـ SSL Settings وخليناً نختار هنا اللي هو ونعمل عليها Apply الآن لو رجعت مرة تانية إلى الـ Page اللي موجودة عندي هنا واللي هي بتعمل Access عن طريق الـ HTTP عملت الآن Enter مرة تانية تمام خليناً نزي نعمل منها Copy مرة تانية ونسكر ونفتح تاب جديد راح تلاحظ أنه راح يعطينا عندي هنا اللي هو Error راح تلاحظ أنه هذا هو الـ Code Error راح أستخدم ورح أعتمد عليه فبالتالي خليناً نتذكر هذا اللي هو الرقم تمام الخطوة رقم اثنين أنه لابد أن نقوم بإنشاء اللي هو HTML بحيث أنه هي راح تكون مسؤولة عن الـ Redirection هاي الـ HTML راح يكون شكلها كالتالي بداخلها Title اللي هو Redirecting اللي هو To HTTPS وطبعاً هون العمالي بستخدم اللي هو الجاباسكريبت واللي هو بداخله فونكشن اسمه Redirect HTTP To HTTPS واللي أنا هون عمالي بداخله بعرف Two Variables الـ Variable الأول هو عبارة عن الـ HTTP URL واللي هو بحد ذاته راح يقرأ اللي هو الـ HTTP الموجود عندي هون كيف بدأ يقرأ الـ HTTP أنا هون عمالي بستخدم اللي هو window.location.hostname فالـ hostname راح يعطينا عندي اللي هو بهاي الحالة اللي هو localhost على سبيل اللي هو المثال طبعاً الـ plus اللي هو window.location.bathname اللي هو الـ pathname راح يجيب لي باقي الـ URL فبالتالي أنا داخل الـ HTTP URL راح أحصل على فقط على هذا اللي هو الأمر على هذا الـ URL المحدد باللون الأزرق تمام؟ الآن بعد هيك مباشرة عرفت متغير جديد اللي هو الـ HTTP URL اللي هو بدوره راح يأخذ الـ HTTP URL ويعمل مع concatenation مع الـ HTTP فبالتالي راح يضيف الـ HTTP إلى هذا الجزء اللي هو المطلل فبالتالي راح يصبح عندي URL و HTTP بشكل كامل أوكي؟ تمام؟ فبالتالي الآن أنا في عندي نفس هاي الـ page الموجودة تمام؟ واللي بداخلها اللي هو function اسمه redirect اللي هو to htps تمام؟ الآن هاي الـ page راح أقوم عندي الآن بحفظها وطبعاً راح أحفظها بداخل c بداخل folder اسمه app طبعاً بإمكانك أنك تحفظها في المكان اللي أنت بالدكية أنا أيضاً هون راح أسيفها في اللي هي الـ extension اللي إلها راح يكون له عبارة عن HTML وطبعاً راح نيجي نعمل الآن save أوكي؟ هاي اللي هي بالنسبة للـ page أوكي؟ الآن الخطوة القطوة الرقم اللي هي ثلاثة أنه نعمل set للـ error page وحتى نعمل set للـ error page راح أروح مباشرةً بداخل is راح أروح مباشرةً بداخل server وراح أروح مباشرةً إلى ما يعرف بالـ error pages بداخل error pages راح أطلع هذا أنه قبل شوية ظهر معي الـ error وهذا الـ error هو كان عبارة عن 403 اللي هي 0.4 لحظة أنه أنا في عندي هون اللي هو 403 لكن ما في عندي 403 اللي هو 0.4 فبالتالي راح أقوم عندي هنا بإضافة اللي هو custom error page اللي هو عبارة عن اللي هو 4 0 اللي هو 3.4 أوكي؟ زي ما احنا شايفين أوكي؟ نفس اللي هو اللي هو code error الآن لحظة أن الآن راح نعطيه اللي هو file path اللي هو وحيكون هو عبارة عن redirect اللي هو http وhttps زي ما احنا شايفين وبعد هيك راح نقوم بالنقر على اللي هو أوكي الآن بداخل عندي هاي الـ error page في عندي أمر آخر اللي هو عمليا اللي هو ما يسمى بالـ بإدتة feature settings الآن في عندي هون اللي هو custom error pages و detail errors و detail errors و detail errors for local request شو الفرق ما بيناتهم؟ الآن الـ custom error pages سواء كان عندي error سواء كان locally أو خلين نحكي دخلنا كremote على الـ page تمام؟ اللي عمليا اللي راح يقوم بتنفيذه هذا هو الـ custom error page فبالتالي من الأفضل نختار الـ custom error page الآن بالنسبة للـ detail error سواء دخلت locally أو remotely راح يقوم عندك بإظهار عمليا error page شبيه بهاي الـ page الموجودة عندي هون أوكي شبيهة عمليا بهاي الـ page الموجودة عندي هون أوكي أيضا بالنسبة للـ detail errors for local request and custom error pages الآن إذا دخلت عندك عمليا locally راح يقوم بإظهار هاي الـ error pages لكن remotely ما راح يظهر إلا الـ custom errors فبالتالي إحنا راح نختار الـ custom error pages الآن بعد ذلك راح نطيع عندنا هنا الباث اللي هو داخل الـ C داخل الـ apps folder وبالطبع راح أختار عندي الـ page اللي قمت بإنشاءها وطبعا راح نقوم الآن بالنقر على اللي هو أوكي الآن لو أرجعت مرة ثانية لهاي الـ page اللي أعطتني قبل شوي اللي هي ARM error راح نضغط مرة ثانية اللي هي إنتر راح تلاحظ أنه مباشرة نحول إياها من الـ HTTP إلى الـ HTTPS وضغط على continue راح يعرض لي هاي الـ page بدون أي مشاكل إذن هاي هي طريقة تحويل اللي هو Redirect اللي هو الـ users من الـ HTTP إلى الـ HTTPS باستخدامنا اللي هو الـ IS Error Pages بتمنى أن يكون درس اليوم واضح وسهل أخيراً Thanks for your listening and have a great day